كلنا بنحب نقرأ القرآن الكريم في عشر أداب واجب أن نحن نلتزم بيهم عشان ناخد الأجر كامل يا طرأ إيهية؟ تابعنا للنهاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا بنحب نقرأ القرآن وكلنا عايزين نوصل لأعلى درجة في الجنة بسبب القرآن الكريم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حله فيلبس تاج الكرامة فيقول القرآن يا رب زده فيلبس حلة الكرامة فيقول القرآن يا رب ارضى عنه فيرضى الله عنه ثم يقال اقرأ ورقة وتزاد بكل آية حسنة الأجر ده هو جزء من أجور كتير جدا لثواب القرآن الكريم لكن في عشر أداب يجب أن نحن نلتزم بهم عند قراءة القرآن عشان نضمن الأجر والثواب أول أدب من الأدب دي إنك تقرأ القرآن لله سبحانه وتعالى الإخلاص لله أن تفعل العمل والقراءة إرضاءا لله سبحانه وتعالى عشان ما تكونش من أول ناس تصعر به من نار يوم القيامة منهم وقارئ للقرآن لأنه كان يقرأ لأجل الناس فيقول الله له قرأت لي قال قارئ اذهب فلا أجر لك عندي ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار والعياذ بالله أما الأدب الثاني من أداب تلاوة القرآن الطهارة قال الله لا يمسه إلا المطهرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهارة فتخيلوا بها أفضل الذكر هو تلاوة القرآن الكريم فتتوضأ وتتطهر جيدا قبل أن تدخل في القراءة أما الأدب الثالث فهو التسوك تطهير الفم أو ما يقوم مقامه من الاستعمال المعجون وغيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته فيدن منه يعني يقترب من العبد الذي يقرأ القرآن حتى يضع فاه على فيه فما يخرج من العبد شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك أي صار إلى داخل الملك مباشرة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فطهروا أفواهكم للقرآن بأي وسيلة من وسائل التطهير وأفضلها استواك أما الأدب الرابع من أداب تلاوة القرآن الكريم أن تبدأ بالاستعاذة فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وأقل الاستعاذة أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما الأدب الخامس من أداب تلاوة القرآن الكريم الترطيل قال الله تعالى وردت للقرآن ترطيلة والترطيل أن تعطي كل حرف حقه كاملا كما قال العلماء الترطيل هو تجويد الحروف يعني تخرج الحروف إخراجا سليما ومعرفة الوقوف يعني تقف في المكان الذي يتم المعنى عشان ما تفسدش معاني القرآن الكريم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن كانت قراءته مدا يعني مد طبيعي بحيث يظهر المعاني ويظهر الحروف أما الأدب السادس من أداب تلاوة القرآن أفضلية التجمع لقراءة القرآن نجتمع اثنين أو ثلاثة أو أربعة ونقرأ القرآن معا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده أما الأدب السابع من أداب تلاوة القرآن الكريم فهو تحسين القرآن بالصوت الحسن يقول النبي صلى الله عليه وسلم حسنوا القرآن بأصواتكم أو زينوا القرآن بأصواتكم وقال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن الكريم أما الأدب الثامن من أداب تلاوة القرآن الكريم عدم الجاهر على بعضنا البعض مش مسابأة لو كلنا قاعدين في مكان واحد إن من الشاطر اللي يرفع صوته أكتر ويدايق الآخرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة وقال أيضاً ولا يجهر بعضكم على بعض في القرآن أما الأدب التاسع من أداب تلاوة القرآن الكريم فهو استقبال القبلة والجلوس بأدب ووقار عند تلاوة القرآن أن نستقبل القبلة في كل شيء نفعله وذا أفضل وخير المجالس استقبال القبلة كما جاء في حديث وإن كان ضعفه بعض العلماء وأيضاً التأدب مع القرآن الكريم في الجلوس يجوز نعم أن نقرأ القرآن قياماً وقعوداً ومضجعين ونائمين ومستيقظين على أي كيفية كانت قال الله تعالى الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم لكن الأفضل عندما تقرأ القرآن تجلس متربعاً في هيئة الوقار والهيبة والخشوع والتأدب مع الله سبحانه وتعالى كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم أما الأدب الأخير من أداب تلاوة القرآن الكريم فهو عدم هجر القرآن لا تهجر القرآن ولا تتركه ولا تبتعد عنه تلاوة القرآن مش خاصة برمضان بس ولا خاصة بالمناسبات وإنما تلاوة القرآن تكون كل العام على قدر طقتك وعلى قدر استطاعتك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة اقرأ القرآن في أربعين يوماً وقال لآخر في خمسة أيام وقال لآخر في ثلاثة أيام إن استطاع الأهم إنك تتواصل دائماً مع القرآن الكريم بصفحة أو ربعة أو جزء أو أكثر وقل المهم لا تترك القراءة أبداً وتكون متواصل بحبل الله المتين عشان ربنا يصلك بالود والمحبة والرضا والسلام